ومن موسكو ينضم إلينا إفغيني سيدروف المحلل السياسي سيد سيدروف أين ذهبت اتفاقيات التهديئة؟ الحقيقة أن الاتفاقيات التهديئة ذهبت باتجاه معاكس لما كان يتفق عليه سواء أصنع اللقاء القمة الروسي التركي في العام الماضي أو في أثناء الاتصالات اللاحقة التي جرت مرارا بين ممثلي الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والعسكرية لكل من موسكو وأنقرة الحقيقة أن تركيا لم تفي بتعهداتها التي قطعتها على نفسها بمجرد هذه الاتفاقية وهذا ما تسبب في تصعيد عسكري كبير للوضع في هذه المنطقة الآن لا شك أن روسيا طبعا تدرك خطورة شن عملية عسكرية واسعة النطاق على إدلب لكنها لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الهجمات المستمرة التي تقوم بها الفصائل الارهابية على القواعد الروسية وعلى مواقع أخرى لها أهمية كبيرة بالنسبة لروسيا نعم ولكن لم نرى اعتراض تركي يمثل أو يكون بنفس حجم هذه العملية ولكن يبدو أن هناك شبه اتفاق بين الأطراف على الاستمرار في هذه العملية نعم يبدو أن هناك اتفاقا ما تم التواصل إليه بين روسيا وتركيا ولكن تفاصيل هذا الاتفاق غير معروفة لأحد إلا إلى قيادتي البلدين ولكن يبدو أن تركيا بطبيعة الحال تدرك ضرورة حسم مسألة إدلب ربما ليس بالحجم الذي سوف يؤدي أو يتمخد عنه سقوط عديد من الضحايا لسيما بين المدنيين ولكن تركيا من جهة أخرى لا يمكنها أن تمنع موسكو من دعم الجيش الحكومي جيش النظام في هجماته على إدلب نبرو الآخر أن هذه العملية طبعا لن تكون واسع النطاق كما قلت في البداية نعم ولكن كيف يمكن أن يفهم الموقف التركي أولا الذي كان يرفض بشدة هذه العمليات وأجرى العديد من اللقاءات والمباحثات حتى يتم وقف هذه العمليات وأيضا لم يكن هناك في البداية ترحيب روسي بعملية واسعة في هذه المنطقة كيف تغيرت المواقف الآن؟ الآن يبدو أن تركيا مضطرة للتعامل مع مسألة إدلب حسب سيناريو الروسي الأمر الوحيد الذي تبكنت من القيام به تركيا هو ربما إقناع روسيا بدرورة تجنب معركة واسعة تستهدف إدلب لكسرة المدنيين المقيمين فيها لكن روسيا أدركت ذلك حتى بدون أي تصريحات من قبل تركيا وضح تماما أن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر بصورته الحالية ولشك أن التحركات العسكرية ربما أوسع تنتظرنا في الأيام القليلة القادمة لكن تركيا ربما مقابل عدم اعتراضاتها بشكل قوي على ما تقوم به الوحدات الحكومية السورية ربما تنتظر من موسكو تنازلا يتمثل ربما في إغماض روسيا عينيها عما يجري الشمال أو الشرق الفراط حيث تخطي تركيا لإنشاء منطقة آمنة تم الاتفاق عليها مبدئيا مع الإدارة الأمريكية وربما مع روسيا ولكن بتحفظات لشك أنها موجودة لدى الجانب الروسي سيد إفغيني سدروف المحلي السياسي كنت معنا من موسكو شكرا لك ترجمة نانسي قنقر